وبذلك هذه رح تكون لديها ارتدادات سلبية على كل ما تقدم عليه الجزائر في مسائل أخرى وأنا أقول لو أن الدولة الجزائرية تهتمد على أدمغة وكفاءات حقيقية تهتم بمستشارين وعاملة مراكز حقيقة تقدم الرؤية الناظجة تنتقد السلطة وتقدم البديل ما وقعت السلطة في هذه المطبات وهذه المستنقعات التي تعود عليها سلبا ولكن للأسف المستشارين في الرئاسة كلها طبالين ومزمرين وأنا عندي أصدقاء يقولوا أنهم ولا يوم ولا يوم مستشار قال شيء يعاكس ما يريده الرئيس المهم يحافظ على امتيازاته يحافظ على جواز صفر الدبلوماسي يحافظ على إقامته في نادي السنوفر يحافظ على السائق وكالامتيازات الكبرى التي يتمتع بها يخاف يقول شيء حتى لو ما يعجبوش ربما عنده رؤية تكون أفضل بكثير ما يقول هاف يقول لك ما يقول هاش حتى ما نخسرش لأنه العسكر مشكلتهم دائما أنه ما يقبلش تدبر عليه رو تلقاه عسكري ضابط رتبة عقيد راه في مكتب جنيرال لو أنه يعطيه رؤية وخالف رؤية ذلك الجنيرال يتخلص منه رغم أنه من المفروض رأه عنده مستشارين يعملوا اجتماعات ويسمح المجال للنقاص فيما بينهم رأي مكاعدين فيما بينهم يحكم بيناتهم وبعد ذلك يوصلوا للقرار الصائف ما يديروا هاش لأنه إذا كانت كلموا الأخرين بما لا يريده مثلا سعيد شنغريحا ولا بما يريده اللي كانوا من قبل أصلا معناها يعتبر أنه عدم احترام لهذا المسؤول وهذا الجنيرال وعدم احترام إلى مكانته كرجل أول في المؤسسة العسكرية القسم العملياتي من المفروض والآن شنغريحا راح تتم ترقيته حسب المعلومات إلى رتبة فريق أول في خمسة جوليا وبذلك في وقت قياس الارتقى من رتبة فريق إلى فريق أول وربما التعديل الحكومي القادم يصير نائب وزير الدفاع قد أجلوها لأنه بش يكون هو نائب وزير الدفاع وكاين علي بن علي راهوا أكثر منه رتبة ما قبله هاش أجلوا في التعديلات الحكومية وكذا وخفيفة حتى يجي تعديل حكومي كبير وبعد ذلك ربما يتم تعيينه وأيضا ربما ومن غير المستبعد حسب بعض المعلومات أن علي بن علي يذهب إلى التقاعد وبذلك يكون سعيد شنغريحا هو أعلى رتبة في المؤسسة العسكرية بصفت فريق أو ترجمة نانسي قنقر